السلام اليوم شاب راح نشوف شخص راح يسوي او شخصين مثل ما نشوف قدامنا راح يسوون ان شاء الله بيت لتماسيح فرح يبتلون نحن يشتغنون على المنطقة عشان يجدرونهم يسوون بيت حق التماسيح فبدوا اوكي يحفرون طبعا بيت تمساح اكيد كيف راح يكون راح يكون عبارة عن مسبح يعني فهذه الفكرة اللي راح يسوونها ان شاء الله اليوم في المقطع هذا طبعا اول شي بيسوونه مثل ما يشوفون قاع ينحطون الارض اوكي شكل هذا درج ايوه بدي عبي ماي وش ده بالضبط فحم بس وش الفكرة بالضبط او بدي فت فت الفحم خلونا نشوف وش بيسوي بالضبط احنا ما ندري عن ولا شي بالنسبة للشي اللي هو بيسوي نهائيا اوكي حط الفحم داخل حط عليه ماي فحم طحنا وحط ماي وش السبب اوه الظاهر اذا سوى هذا الشي يصير طين يمكن اوكي بالشي اللي سواه الحين يقدر يسوي اوه نفس الجدار يقدر يسوي مسبح الحين يقدر يخلي الماء يصير داخل فعليا اتوقع ان هي الطريقة البناء القديمة اذا ما اخها بضنى ما ادرى اتوقع انه هذا الشي فانا ماكنت اتوقع انه يسوونه بها الطريقة بس تطرع بها الطريقة يسوون الطين حق مثلا يبنون مسبح أو يبنون شيء مثل هذا فحلو بدأوا الحين يوزعون الطين اللي هم سووه يوزعونه على كل مكان علشان خلاص أتوقع يصير مسبح كامل حلو نفس الشيء تساءل هل هذا الشيء قاعد يساونا في يوم واحد ولا قاعد يداخلون أيام كثيرة ما ندري آه راحوا معنات أنه عدى يوم عدى يوم أول لا والله راحوا يقصصون أشجار حلو حبيبي قاعدين يساوون أشياء بأدوات جدا بسيطة فالحين هو سوى 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 لفاس بحجر وخشب عادية حلو أوكي نزلوا الشجرة بدوا يقصصونها بدوا يشيلون الجذوع الجذوع اللي موجودة نايس بيكسرونها حلو كسروها باعا كسروا جز تاني وجمعوا أجزاء كثيرة من من الخشب قصوها بالنص أعتقد أن هذا الشيء يساوه يساوون فيه إما أرضية أو سور فقاعد يساوون سور فعليا يعني يساوون فيه سور واعتقد لازم أنهم بعد يساكرونها بشكل أفضل إذا بيحطون داخل تماسيح فلازم يساكرونها بشكل أفضل أكيد يعني يعني التمساح 100% يقدر يطلع من هذا بسهولة أوكي بدوا يجيبون ماء طبعا مثل ما شوفون أدوات بسيطة أكيد طبعا مر أكثر من يوم أو على الأقل مر يوم واحد لأنه خلاص شوفون الطين نجف وجابوا تماسيح صغار حبيبي شوي شوي قاعد رميهم انزين فحطوا التماسيح داخل بس الغريب أن السور جدا ضعيف فما أدني يعني ما يخافوا أن التمساح يطلع من داخل يا حبيبي تماسيح عاد ما سويت قفص لحق تماسيح تماسيح عاد سوحق طيور سوحق أي شي وحط لهم أكل هاي شباب هذا مقترب شكل كامل لا تنسوا لكم تشتركوا في قناة الرئيسية الرابط موجود تحت نشوفكم على خير ومع السلام اشتراك تنضموا هذي أسهل وسيلة قناة الصغار والكبار وتعتبر جميلة تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة